السلام عليكم ورحمة الله رجعناكم في فيديو جديد طبعا عندي هذه ولدة هذه الغنية بيك هذا الصغير ولدة واحد كما تشوفون طبعا هذا منها نفس الشكل حتى عنده يعني خط أبيض بالصفحة بس شعره مثل هذه ملفلف يعني وسط ما مثل الأمو الأم شعره قصير أما هذا لا شعره وسط يعني شعره مفتل وسط مثل ما تشوفون مثل ما تشوفون مثل أحلى خلي ثبته هذا مثل ما تشوفون شعره وسط وعنده بهذه الجهة خط أبيض ما يبين واضح خليه أخذوا شوية الضوء هذا البيض مثل ما تشوفون وهذا خط أبيض يبتد إلى القدم الأمامية يعني نفس الشكل ما الأموه بس الشعر يختلف خليه نزله وين راحة الأم راحة بهذا الاتجاه طبعا مصورة قبل ولدة عندي وحدة تذكرون إنه هذا بأول يوم ممكن يأكل خضروات ويتشغلات يعني بأول يوم يقدر يأكل هذا عمره بعد ما صار 24 ساعة يعني اليوم الصبح ظهر ولدت بالليل كنت عندهم ما كانت والدة فالصبح شفت هذا موجود معاها وبالنسبة للطيور طبعا رتبت المحمية مالهم وجبت لهم أعشاش راحة تشوفون شو رتبنا الأعشاش موسيقى اشتركوا في القناة حاليا سويت هذا الترتيب مثل ما تشوفون حتى هذا القديم يعني شوية سويت لهم زخرفات وكذا حتى يصير المكان يعني شوية بعد اجمل وثبتنا هذه الابراق والورود في الما تشوفون جبت هذا العش وجبت هذا الفوق مثل ما تشوفون وهذا هذور 13 شاش وطبعا الزيبرا عندي الفناجس كانوا يبنون عش بهذا المكان تذكرونه باخر فيديو تركوا هذا المكان دائما يجون بهذه الزاوية عجبتهم هذه الزاوية بشكل فثبتت عشي بهذه الزاوية قبل شوية كانوا بهذا العش يعني حتى بالليل كانوا نايميني بهذه الزاوية فخليت لهم هذا العش وبعد عندي هذه هذه راح أثبتها هناك ممكن أخلي لهم عش تاني بنفس المكان وحتى ممكن أخلي لهم أكل وشربوا بهذا المكان اشتريت زوج طيور حب هذا إذا تشوفون هذا غاحد هذا هولندي عيونه حمر ذكر وهذا الثالي صغير الفوق هذا الأصفر هذا عادي أهم ذكر هذا أتوقع ذكر هو صغير ما يبين تعرفونه صغير شوية ما يبين خلي نقرب عليه شوية بالكاميرا هذا شكلهم هذول اثنين اشتريتهم شوية صغار واشتريت هذه الكناري هذول كلهم والجمعة اشتريتهم طبعا هذه الكناري مثل ما تشوفون الريش مالهم لفلف بس شفت قعد واحد كانت مبادلة وتعبانة واذا تلاحظون براسها منتوف الريش وأكو معرفة ضربة براسها عظة أظافرها كانوا طوال بشكل لدرجة أنه ما تقدر تسعد تقف يعني مثل هذه الأماكن فقصيت الأظافر ورتبتها وخليت لها أكل وماء طبعا رتبت هذا القفص أخذت هذا القفص غسلت القفص ونظفته وعقمته وخليت لها أكل خلطه ماء الكناري وخليت لها ماء حتى تسبح وخليت هذا الماء تشرف من عنده وراح أخليها داخل القفص إلى أن شوية تستعيد نشاط لأن ما عندها القدرة على الطيران يعني ما تقدر الطير أتوقع إذا نقص بالريش يعني من الجناحين أكون نقص بالريش ما أعرف شين هو مشكلتها يعني تعبانة بس أخذتها بسعر رخيص يعني بشكل يعني بسبع تالاف دينار هذه أخذتها الكناري طايرة وهذول الزوج صار سعرهم 8000 دينار هذا هولندي وهذاك عادي وهذول الأعشاش يعني اشتريتم هم مستعملين بس كانوا شوية تعبانين فرتبتهم شوية ونظفتهم وخليتهم بهذا المكان مثل ما تشوفون حاليا المكان صار نرتب وكان عندي هذا القفص بهذا المكان كنت مخلي به الأكل والماء فلشت القفص ثبتت هذه خليت لهم أكل والماء بهذه الطريقة مثل ما تشوفون وفتحت فتحة من هذا المكان حتى يتنقلون براحتهم وياكلون براحتهم أما هذه الكناري أرجعها بالقفص خليها داخل البيت إلى أن تستعيد نشاط وشوية يرجع عن ريش مالها يعني تصير أحلى بعد إن شاء الله وهم أخليها داخل المحمية هذا البلبل مثل ما تشوفون البلبل مخليه داخل البيت بس دائما وقت التصوير أجيبه داخل المحمية مرات هم بالنهار أخليه داخل المحمية خليه يعني ساعتين ثلاثة مرات أكثر بعدين أرجعو ليه تعرفون هذا كل ساعتين تقريبا أو أكثر ثلاثة ساعات يعني يحتاج أكل لازم يأخل فدائما طعمه بيدي بذلع حتى دود يعني جبت له أمطي مرات دود وأمطي مرات سيريلات مال أطفال وعد شغله أصواص مع البلبل هم حتى يتعلم يقرأ إن شاء الله لما يكبر فهذا الشكل النهائي صار مثل ما تشوفون طبعا بعد إن شاء الله بالأيام الجاية يعني أجيب غير نوعيات ممكن أجيب نوعيات يعني بعد أفضل من هذه النوعيات بس حاليا هذه المكانيات يعني فكل مرة أنزل على السوق الجمعة يعني فأشوف شغلات رخيصة مثلا ألقي طير واحده مثلا تاك أو أشوف شي شوي تعبان أجيبه منخ لي عندي أداري طبعا تعرفون أن أعتني بيهم فيستعيد نشاط ويرجع يصير شكله أحلى وممكن حتى مرة ألقي تاك ذكر مرة ألقي أنثى فأجيبهم إلى أن يكبرون يعني يتزاوجون حتى لو صغار أستفاد من عندهم يعني ما خسراء خسارة وأسعارهم على الداخل بسعار مناسبة يعني كنت شاعد أجيبه تقريبا بنصف السعر إلى أن إن شاء الله شوي أتمكن بعدين إن شاء الله أجيب نوعيات أفضل وأحسن إن شاء الله وأطورهم محمية بعد أكثر هذي كناري مثل ما تشوفون نزلت طبعا الطير يعني مسافات قليلة بشكل ما عدا القدرة على الطيران نشوفوا حتى يعني مسكينة بشكل مسكينة يعني ما تخاف مثل باقي الطيران مرات حتى إذا تقرب عليها إذا تشوفون يعني ما عدا ردة فعل قوية أخليها داخل القفاص ورجعها داخل البيت بعدين إن شاء الله إلى أن تتحسن إن شاء الله وصير عندها القدرة على الطيران بعدين أخليها داخل المحمية وهذول الأرانب شوفوا هذا شلون نايم طبعاً مرات قسم من الأرانب ينامون نوم إذا تشوفه تقول ميد بس طبيعي يعني يعني الجو حار يعني الجو حار وحتى المبردة قبل شوية طفيتها دائماً وقت التصوير أطفي المبردة حتى لا يسيف تشويش بالصوت بسبب الهوامان مبردة وعندي هذا الرفض الذكرون من فصلته من زمان كان داخل البيت جبته خليته بهذا المكان أخلي الأكل مع الأرانب أخلي الأكل مع الطيور بهذا المكان حتى لما يجي أنطيهم أكل أو هذا ما حاجة يجيب من داخل البيت أو شيء كل شيء يكون قريب بنفس المكان داخل المحمية هذه الأنقورة طبعاً الحمد لله إذا تلاحظون عينها مفتوحة وصارت باللون الأسود كانت عينها صايرة باللون الأبيض يعني حتى السوادي اللي داخل العين كان صاير لون أبيض تحتاج وقت إن شاء الله بس ترجع إن شاء الله تتحسن وترجع مثل قبل وبالنسبة للشعر ما لها يرجع يعني يعني حلقتوا لأن تعرفون الجو حار والشعر ما لها كان كثيف بشكل فهم ينطيها حرارة بس إن شاء الله يعني شهر شهرين ترجع مثل قبل وأجمل إن شاء الله وممكن بعدين إن شاء الله أشتري ذكر معها أجيب ذكر أنقورة أخلي معها ما رح أخليها وحدها هذا بدون فوش نايم في هذا المكان شوفوا هذا الغيني وجاي طبعا أمو تركتوا راح تفاتت جوا هناك يفوتون بس كانت تترضعوا يعني الصباح شفيتها تترضعوا الظهر كانت تترضعوا هذور باقي الأرانب شوفوا هذور الأصغار حيطلعون بالنهار دايما يطلعون بالليل أجمعهم لأن ضروري أجمعهم بالليل حتى لما تيجي أمهم ترضعهم يكونوا كلهم سوا بنفس المكان طبعا راح أخذ شوية من التربة اللي يجوان ونزل الصندوق بعد حتى بل كما يطلعون لأن بعدهم صغار يحتاجون رضاعة بالليل لما تيجي أمهم إذا ما كانوا مجموعين سوا ممكن يبقى اللي يطالع من المكان ممكن يبقى ما يرضع يعني وجوع هذور كلهم نفس اللون هذا اللي لونه يختلف أسود وأبيض هذور دايما يدخلون بهذا المكان غينيات وهذه التي دي دي لوب اللي كانت داخل البيت وهذور لباقي الأرانب وصلنا نهاية الفيديو إذا عجبك الفيديو أضغط لايك واشترك بالقناة إذا ما كنت مشترك والسلام عليكم